السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه يا شايفين الصينية الجميلة دي تعالوا نشوف مكوناتها ايه عندي حوالي كيلو ونص بطاطس مأسبقة واحد كده صغيرة متأشرة وعندي قطة مبشورة قطة مبشورة وقرن فلفل وبصلة كبيرة وربع كيلو لحمة وعندي كباية صلصة وعندي كباية شربة وعندي فلفل أصمر وملح وروزميري والسبع بهارات وجنزبيل وعندي معلقة سمنة طبعا المكونات دي الفلفل والطماطم دول والبصل واللحمة دولها عصت بيوم اللحمة هاخد معلقتين بصل بس ابقى اعمل بيوم السلسل اللي انا هسقي بيها الايه البطاطس طبعا انا عصقت معاكم اللحمة قبل كده مش هطول عليكم الفيديو انا عصقتها معاكم اخلصها وابدأ معاكم في البطاطس ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده سمنة طماطم بصل طماطم نية فلفل لحمة بطاطس هدى بقى البطاطس بعملها ازاي بعمل قاعدة زي ما انتو شايفين كده بعمل لها قاعدة من تحت عشان توقف يعني انا عملالها قاعدة من تحت ووقفتهم كلهم وبعدين بدأت ايه تقوير زي ما انتو شايفين اللي في الطبق ده كواعد اللي انا شلتها من البطاطس ببدأ افتح فتحة صغيرة طبعا البطاطس جامدم ازاي الكوسة والفلفل والحاجات دي كلها على قد ما تقدري ترفعي تتخني براحتك بقى حسب ما انتو كمية البطاطس بس انا عملها متوسطة عشان تبقى كمية اللحمة اللي فيها اقدل ايه البطاطس اهو كده كويسة جدا وهتاخد لحمة كتير وحلوة بالطريقة دي ما خدتش ثواني كيلو ونص ما خدش يعني عشر دقايق تقوير اهو بالطريقة دي نعمل واحدة كمان بخلي كده طبعا المقوار اللي في ايدي انتو شايفينه وعريض مش بتاع البتنجان اللي هو بيبقى مقشرة من جنب والناحية التانية بيبقى مقوار عريضة هو بيواخد شاكل مسلس كده وعريض واخد شاكل حلزوني شوية اهو بخلي بيه كده حتة وبعدين بكمل تقوير بيه هو مشرشر وحامي بيعمل البطاطس على طول فيه ناس ممكن تعملها بسكينة رفيعة تتحكم فيها يعني كده وتعملها بسكينة عشان هي واسعة او بمقوار عادي بتاع البتنجان والكوسة والحاجات دي طبعا انا ما عصج اللحمة او حطيتها في طبق تبرد زي ما شفتوها هبقى هشبلكوا رابط تعصيج اللحمة انا هكدت حطا لكم المكونات بس طبعا عشان ما تقولش عليكم الفيديو ما جبتش انا بعصج اللحمة يعني اهو هبدأ بقى ايه الخطوة الجاية ان انا هاخد طبعا قدت غسلها قبل ما اقورها هاخد البطاطس اضحرجها شوية في الزيت عشان تاخد صدمة عشان هما تنزل في الطماطم ما ايه ما تنزلش النشا بتاعها احط الكمية كلها كده عادي خمس دقايق بس كده اقلبها تتغلب بس كده وتاخد صدمة كلها واشلها يبقى احنا عملنا ايه عصاجنا اللحمة الاول بسيبناها تبرد ودلوقتي بنقورنا البطاطس وبنديها صدمة بعد كده هنعمل ايه الجزء البصل اللي احنا شايلينه هنبدأ نعمل به ايه الصلصة وهنشوفها مع بعض دلوقتي طبعا بقلب بجيب من تحت الفوق كده زي ما احنا شايفين اهي يا حبيبي على قد ما تقدر كده قلبي اهو خلاص كده هبدأ اطلعها بقى في البيريكس وارصها واسيبها ايه تبرد اهي خدت يعني التلويحة كده كلها لمعت بالزيت خلاص بالشكل اللي احنا شايفينه ده الاكلة دي جميلة جدا واكلة بتنفع في الاعياد وجاي العيد الكبير جميلة جدا وفي العزومات والولاد اللي بيحبوا النواشف برضو بتاكلة جميلة بتبقى حلوة قوي ممكن تتاكل بعيش ممكن تتاكل كده خدت جزء البصل اللي انا كنت شايلام من اللي بتاع اللحمة المفرومة وفي نفس جزء من الزيت اللي انا كنت بحمر فيه حمرت البصل هبدو اديف ليه البهارات انا هحط له ملح وفلفل بس انا دايما بحب بحط البهارات مع البصل يا جماعة البصل بيكتسب البهارات وما بتخرجش منه وما بتجي تحط عليه الطماطي المتغلي هو بيخرج بقى الروايح بتاعته اللي اكتسبها في الصلصة فبيبقى طعمه جميل جدا ولا مثلا لو فيه بهار بيمرر او بيعمل اي حاجة ما بيحصلش الكلام ده طالما اخد تحميصها كده بيبقى جميل جدا حتى احنا لما بنيجي نعمل التقابل بنحمصها عشان نسب الطعمه خلاص كده بدأت البصلة تاخد اللون الاصفر شوية الخفيف مش عايزات تقيل قوي طبعا الغمقان ده من التوابل مش من البصلة الفل الاصمر زي ما احنا شايفين يا حبابي اكلة جميلة جدا جربوها واكتبونا في التعليقات ايه رأيكم فيها هبدأ بقى بعد كده احط الايه اللي الصلصة بتاعتي اهيك عوالي كبات صلصة انا كنت عملاها مسلصها في الفريزر وقال طبعا حط الملح وحط الفلفل مش هحط حاجة تاني هقلب كواس جدا عشان بعد كده احط الايه كبات الايه الشربة ودي هتبقى الايه السلصة اللي انا هسقي بيها الايه البطاطس مش هتاخد وقت في التسبيكة لانها متسبكة قبل كده خلاص كده هبدأ اجيب كوبات الشربة اهيه ما عندي كيش شربة ممكن تجيبي مقعب مرأة ومية مغلية وحبة بهرات وعادي بطاطس لكن انا كان عندي شربة فراغ حطتها هاسبها بقى تغلي على بل ما تغلي هروح هشوف الايه البطاطس البطاطس عندي بردت والعصات برد هبدأ احشي الايه البطاطس شايفين الترتيب بقى اهو انا يعني خلاص هي فاضل الحش وخلاص وحط الصلصة هبدأ بقى احشي هي بتاخد كتير مش زي البطاطس اللي بتبقى محشيها رز لا دي بتاخد كمية كبيرة زي ما احنا شايفين كده هاي بحطها هاي حبيبي هاي حبيبي بحط فيها الكمية اللي انا عايزها من اللحمة ولازم تبقى برزة لفوق كده بينا لو رز هعمل مصطه طبعا مفيش حد بيحشي البطاطس رز يعني لان بطاطس نشويات والرز نشويات فبتبقى صعبة شوين لكن فيه ناس بتحشي البطاطس عادي انا حشيت معاك هكذا واحدة زي ما احنا شايفين كده ورصها على القاعدة اللي انا عاملها اللي هي مسبتها بخليهم يقفوا كده في قاعدة تحت انا قطشت البطاطس كده قطشة من تحت عشان توقف ادي نكملت البطاطس ورستها بطريقة كويسة هروح بقى جيب عندي الصلصة اللي غلت مع الشربة طبعا ملحاها متزبط وكله هقلبها بس هديها تقليبة عشان البصل تحت بالطريقة دي اهو تقليبة كويسة كده وراح رشاها على الايه؟ على البطاطس مش قادر اقولكو بقى ريحيتها عاملة ازاي جماعة؟ طبعا انت لو جربتوها هتشوف الريحة بتاعتها ولو عندك بقى معلقة سامنة بالة تحطيها على الوش هتبقى جميلة جداً ابدأ بقى البطاطس اللي مش جاي عليها صلصة اعملها بالمعلقة كده اخدم الصلصة هواس عشان لحمة بان وبعدين قاعدل البطاطس وحط لها صلصة اللي مش جاي عليها صلصة حط عليها عشان تاخد نفس اللون في الفرن اهو زي ما احنا شايفين يا حبيبي اهو كلها ايه؟ اتعممت بالايه؟ بالسلصة زي ما احنا شايفين ايهو كده خلاص هبدأ بعد دخلها على الحرارة مية وستين مية وثمانين حسب الفرن التاعك المهم مع الشبكة هي هتغلي مع بعضيها وهتنشف ونشوف شكلها شايفين الجمال بقى؟ شايفين طحفة هي؟ ما شاء الله عليها لو اتحطت على صفرة في عزومة جميلة جداً وهتشرفك قدام ضيوفك ما تنسوش يا جماعة لايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو منكو واللي عنده نقض برضو يكتبه عشان نوصل للافضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة